اليوم اشبت لكم اهم اخبار علام الكريبتو. اهم العنوين دي لازل النشرة دي. غادي نبدأ بالتانجل سوشل وان بيليون تورنمنت اللي سالات. عرفتو شكل ربحها? غادي يقول لكم بالضبط شكل. غادي نظروا على الاي سي سير ولا اللي ديرها حاليا. في السوق اللي بلا كدعيه والمنصة اللي عزباتاتها يا كدلي كدعيه. واش بغي موع بدليل ولا بغير دليل. احنا غادي نظروا في هذا الموضوع عادة. غادي نظروا على البايننس حبزات اليوم كوش يتخلع كوش يخاف على رزقه كوش يتقول بان صافي البايننصر غادي تصد. هذين هضروف هذا الموضوع وغادي يقول لكم بالضبط اشترا. يلي مزاف دي المواضيع هذين هضروفها من بين هاد شي دي الاربيتروم اللونش اللي ما استقش البارح. هذين هضروف آآ بعض المواضيع وبعض الخبارات اللي يجبتوهم اليوم مهمين. ولكن غادي نترقوا اليوم ان شاء الله بعد هاد الفاصيل. اخوتي وقوتيتي السلام عليكم. معكم يونس من كريبتو بالدريجة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويا ربي بصحة جيدة كيف دي. ما كنشكر لكم كاملين ساونك تقدام جدادي الله لتاح اكتبينه. شكرا افغامهم بزاف على الدعم لكم على الكلمة جميلة كنت كتبوني في تعليق شي كيف يفرح وكيش ترف إلا عندكم شي سؤال ولا شي استفسار كتبوني في تعليق ولا تواصل ما يديرك على الخاص الروابط دي السوشال ميديا الحقيقية دي اللي قد تلقوها تحت كل فيديو في خانات الوصف وإلا كان عندكم آآ قردك وما فيها بس سألين يتذكركم إلا عجبتكم هذه الحلقة عالي ما تنسوا تشترون لنا لايك كومنتار بارتاج وما الأصدقاء والأحباب هضروا لهم علينا آآ قل لهم رقيب مع الشخص يدير الأخبار في كريبتو بالدريجة مرحبا بلجميع وعلى بركاته الله وعلى بركاته الله وعلى بسم الله مشوا نشوفوا أشكين السوق ولا فين وصلنا حاليا فأول حاجة الكريبتو الماركت كاب فنزلنا على آآ آآ حاليا واحد تريليون ومية واثنين وستين مليار دي الدولار دي الفلوس اللي هي حاليا مقشية فهد السوق ده تدول فهد ربعوشي ساعة للخرى يعني لكم دي الفوليوم فهو نقص على الدرنيا المو سبع وخمسين مليار دي الدولار دي الفلوس ليتباعة دي البيتكوين فهي تقريبا مقا في بلاستات ستا وربعين فاصلة خمسة في المية بالنسبة لدي الاتيريوم تمنتاش فاصل ستة في المية بالنسبة لها الموضوع دي الدولار دي ما تيفهموش هد القديل فاقصكم تعرفوا في مكيت يعني الفلوس اللي كيدخلوه اللي كريبتو فتقريبا ستا وربعين فاصلة خمسة في المية كتمشي المشكون وتمنتاش فاصل ستة في المية كتمشي والباقي كيتفرق على جميع البروجيات الاخرين او للي بروتوكول هدي اكشيرش دي البيتكوين حاليا طالعة وكذلك دي الاتيريوم شوية طالعوا والالتكوينز ما طالعينش بزاف وخال البيتكوين كي يطلع مثلا تبانية وعشرين الف وخمسمائة وتلاتين لكي يدير اشي ارتفاعات ولا كي الاغلبية دي الالتكوينز فارات قريبا باقي نبلاستهم عاد شي شي حازة اللي هي طبيعية ايجا عادرت بها وما فيها بس انا نعود نذكركم بالنسبة الاعلى مستوت وصليه البيتكوين حاليا فيها دربعة وعشرين ساعة للخرى هي اللي تليكي دات اه في سوق الكريبتو فهذا ربعات السواع الاختراب طبعا تليها الاوكا ايكس يلي تليكي دوا فيها بزافتي الناس تسعودت المليون فاصيلة اربعة وستسين في الاشورت واربعة فاصيلة ستاش في الالونج فمهم بالنسبة الناس اللي كي يسنوا هادا كتصحيح ودك شيرت كي بدوا يدخلو شورت ومه؟ فاشا نقول لكم حاليا في المرحلة دي فهي يعني بورسنتاج ان شحاب ليش شورت هيكلو العصاء كتر من 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 اللي لونج فاية راكينا يعني مل احسن تجنبو هاد الشورت هادا انا نقول لكم بخايب اللي اكتلاع الواحد وثلاثين وانا هو هادا يدير تصحيح ويا ولكن ما انا ما شام بغيش نحضر ديمة في هذا الموضوع ولكن مل احسن تجنبو له شورت انا نقول لكم او دبراسكم بالنسبة الجريد الفيران الجريد انتكس فاحنا وصلنا ولا ما زال باقين في واحد وستين يعني في طمع الجريد فكل شي يعني طمع كل شي باغي يشتري كل شي باغي يرباح كل شي باغي دير الفلوس ففيها بس نذكركم بسبونسور ديال هاد الحلقة هادي منصة البين ايكس اللي هدرتشها بشي مرة ما شجوش فبنسبة الناس اللي عزالهم يدروا التداول او لما عندهم مش الوقت انهم بدونوا يدروا تحليل ديالهم الخاص وزيرو وزيد فكان هاد الوبصيون ديال كوبي ترايدنج كوبي ترايدنج كنا في هاد المنصة هدي الوحيدة اللي فعل كوب ترايدنج مش غير في الفيوتشورز ولكن كذلك يعني تقدر تختار شي ترايدر اللي بالبير اللي انت عجبك وتكوبي لترايد ديالي داك شي كيدوز اوتوماتيك تتعطي غير يعني واحد البودجي اللي انت مخصصه لهد الكوبي ترايدنج وزيد 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 كان عليك بالنسبة فهي منصة من منصة اليوم مزيانين. بحالها بحال البينانس. طب تحال مشي في الوليوم. ولكن فيها بزافتي اللي يزا فونتاش كده عليك تيمكن لكم تريدوا فيها. الدهاب. دوك المواد السميتو الدهاب. كدلك زنديس. الفوريكس. وكدلك بعض الاسهم. انا اشي حاجة اللي هي بوزيتيف. الى الى دخلتي من الرابط دي الافيليات اللي كانت تحت هات الفيديو هذا فانتشار غدي توصل بواحد تلاشين دولار كبونيوش منعادة المنصة دي ومن بعد غدي دخل معنا الواحد الجروب اللي غدي ندلوه خاص صغير بعد الناس ده. بالنسبة لاخوات والاخوات اللي يزا لزيزكم بخير. اللي هوا ما تقيدواش حالة دي في الافيليات لينك. واش توصلتوا باديك تلاشين دولار ولا ما زال. حيش قالوا لي يا انا يامن هناللخر دي لهذه الاسبوع الاغلبية غدي توصل باديك تلاشين دولار. فاردو علي يا اللي يزيزكم بالاخبار. حيش انا ما غديش نتوصل باديكو ما اللي غدي ديقولوا هاليا. تواصلوا معي باش لما ما حضرتش هذه القادية مشيوو. ندروا لهم شوية تداشش. وكانت هادي هي اه كان ادور اشار دي لهم. مشيو سيدنا فكيتتشوفوها التروفي هادا دي الوان مليون بيليكس. اه اه اول ترنويل اللي كان فيها هذا الكم الكبير. فالفيناليست اللي كان فيها كان واحد مغربي طريق ميتال اللي قدرت فيه الكمار. وكانت واحد الامريكية سيمبلي نيكيا. نيكا. نو. وفي الاخر فجام والاسمي تشوفها التعلان على الفين. هاديس غدي تسمعو. فكيف تتشوفوه وتضرب على الرابح فقال لك بدام الزيرو وطلع ودار في غير ما هو فيديوهات واعرين واعرين بزاف. هدري اهدار اهدرت مع ديك النار ولا اهدرت نعلي ديك النار في النشرة. فكيت تشوف وهذا طريق ميتال داري مغربي هو اللي يربح اول اه تقريبا اول تورنواء كبيرة في فاتش ديه اه ديه ديه شي حاجة اللي هي فيديو دارو وعر. ما اكدبش عليكم. يعني كان اموزيونال كان شحل من حاجة فيه. بسبح الله العديم اه كنت نشوفو هدري هاد من البوست ديه اللي اول الدابة يعني كان واحد تقدون كبير يعني عبو حدو ما كين فمشي عبو كنا وعلى زيد وزيد وزيد. فكان هني وطريق من هاد المنبر وتنقولو اللي بصحة وراحة 400 مليون ديه الميليكس. وانت را دربتك كتر نقولو احنا يا لو ما لا حساد الله يزيدك والله يبارك لك فيهم. وكدليك بالنسبة الناس اللي بغي ان يشاركوا في هاد تورن وارغة اوتوماتيك منطلق مول هاد السميتو تي تي توق. هادي تكون واحد اه تانجلد وان بليون تورن منت رقم جوج كدليك اللي بغي يشارك فيها فمرحبا بالجميع تقيدو في تانجل سوشال دخلو ومرا اللي اهدرت ماشي مرة مش يجعل هذا المواضيع ده. عاجة واحدة الدراري اللي مقيدين في تانجل سوشال دخلو ديرو كدليك الفيريفيكاسيون ديه السميتو بحل دبه هنا يا راح فابور. راح حسب ما سمعت او لو بغوا الناس بزا في ديرو الفيريفيكاسيون. قواناك طيما تعلن تويتر ديه لك بالقون ديه تانجل سوشال ولا اليوتيوب ولا اي حاجة. فكانت هاد الموضوع ده اللي خسنا نهضره فيه. مش وسيدنا الموضوع ديال البنوك. كود دويتش بانك بي ديكست بيك كولابس. فهو يوم ما اه الاسهم ديال البنك ديال دويتش بانك فانزل شر من 14 فاشي حاجة اللي هي ماشي متوقع دويتش بانك واحد هي اكبر بانك هنا اه في حاليا في في يعني في المانيا يعني ما اعودش لكم فحاليا عمارة فارحاني ده باح تليم جمع بالعشية سافية سدات البورصة. لان بغيما هاد القضية ديالي تراتش حاجة اللي هي صعبة وصعبة بزاف. اتفكرنا في ايامات فاش كانت كده لي كلا كريس في 2018 فاش كانت دولة نقدات الكوميرتس بانك. واش الدولة عود يعني غادي تخرج الى مشا تطرهد شي للدوتش بانك الى مشا تعدد شي كولابس بالنسبة الانمانيا واش غادي تعود تشري كيف شراءت لكم ماتس بانك تعود تشري دوتش بانك ما اقترش نقول لكم شي حاجة اللي هي بغيما حاليا البنوك كاملين فهو ما رواك لين دقد يلو صح لك شيريش اللي خلاك كده لك وزيرة الاقتصاد الامريكي. يو اس تريجيري سيكريش فهي دارت معهم يعني اه يعني بطريقة طارئة اه الناس اللي مسؤولين الناس اللي هما مسؤولين يعني الحكوميين اه في العالم ان هم يديروا معه واحد الاستجواب باش يديروا مع واحد الميتينج طارئ نحي القضية شوية فش حال قدهم غادي طبعا انا هنشوف هاد الروينة هدي اه فين غادي توصل امريكا انا هش غادي تعطي الطاع مهم بعد حاجة واحدة اللي بنت لينا وهي هاد الصهده دي البنوك اللي في امريكا اللي يبدأ فاره هو جيدة بالاوروبا وربما وصل الاوروبا راديكم نهار فاش قدرت لكم على ذاك الفان اللي في السويد اللي يباع الاسهم دياله بالخسراء انتم ماركت لكم تميلة بديدو دسم البنوك تيدي وليك قد يعرف على كريز كينو يعني ديال بصح يعني نتشي وسيدا الموضوع ديال الاربيتروم كنت تعرفوا البارح لستات الاربيتروم انا من دوك الناس اللي توصلوا باحت الكمية ديال الاربيتروم حيش شاركت في دكت تاس نتزاف ديال المغاربة اللي هم شاركوا فيه ولكن البارح كانت واحدة يعني كنا كيف كلتا هنا في النشراء فالبارح كان مع الخمسات العشية يعني كان يعني باش تريد في هاد العملة هدي وقبل يعني من الكلايم كان كان يعني بتكون مع ديك الجوجة كالوحدة كان اول حاجة المشكلة اللي تراه هو سيتي ديال فكان عليه الضغط عليه بزافة وطح تاني حاجة بعض المنصات من بينهم مثلا البيتكيت وكذلك تلقو العملة يعني قبل الوقت لانا قبل الوقت ما كانش هدي يعني كنش وحدين كانوا قالوا انا غدي تلقاها مع البيونس ومارغريت وفو ما خرجوها قبل الوقت حسب ما كذلك فانا نتصباح يعني في العشياء انا البارح اول نهار فرمدان فكنت عندي شوية المشاغل شوية دي استرس فكنت اول انا اوكي غدين جي غدين نكليمي مع ديك الجوج ومن بعد غدين نضرب الخمسة فانا غدين يعني ساعة قبل بيحلوا فانا غدين نحول دكشي البيونس ونسنة فمن يجيت من يجيت نشوف لقيت البيونس حلات العملة يعني احتلوا واحد دولار ستين يعني بدأوا بخمسين سنتيم وعلى ما وصلت لي دولار وستين محاليا رأي فهديك ما بين دولار اه يعني دولار اربعين دولار خمسين كتبال لفهد الايام اذا ام فطلت واحد الروينة لانا كي قلت لكم السيد ديال الكليم فهو طاح بزاف ديال الناس اللي اللي ما قدروا شي كليمي والعملة كان لي فيس طالعين اعلم ما اشتنف ليفيس في الاربيتروب فكان هو تقريبا شي جاي الجوج دولار خمسة وسبعين كان لي مشاريسك اكتره باش يوصل العملة يعني يوصل هديك العملة دياله البايننس با اسرع وقت باش يدامبيتما كان تره واحد ما مشي حويش اللي اه بالنسبة لدريرين غير بس حم واحد وصلت معا كي اللي يباع باحد دولار ستين كي اللي يباع بدولار اه اربعين كل واحد والثمان باش باع به انا باقي ما بعتش ما نكتبش عليكم ما خليتهم يعني البارح انا فش فش حليت البايننس لقيت دولار ثلاثة وعشرين قلت سعلا شغل بعدها باش ضروري فصافي خليتها وصافي ونشوف هد البروجيه ده فين غادي وصل ماشي مشكلة فهنا هي واحد الفيديو اللي بيتنشاركه معكم فهنا هي خرج في تويتر ديك النهار واحد يعني فيديو دي الشينوى شوفوش حال دي المحافظ اللي ديرين من يكتشوف هنا يعني كولا هنا يا حيث ان هذا زوميته وكولا بروزر يعني كولا كولا فونت هنا فيها اكثر من تلت الاف عبادة العربي طرم ليجات حسب ما قالي واحد الاخ قالي بان هدو مني يعني اللي لقبل يعني فاش خرجت البوست هدفه ما كانوا فرحانين لان كان نظر على مئة والات ولا اكتر من مئة والات. كلها والات بلتالاف. كان نظر على مكتب يعني فلوس كبيرة كتيرة بززاف. فالاربترون فقال لك حيت تقريبا شي كتر من مئة وخمسين الف ادرس من هدوك الناس اللي كانوا توصلوا بالسميتو. اللي دارين هاد القضية دي. فشي حاجة اللي هي بوزيتيف. وثاني حاجة. هاد الواحد يحدر اسو. اللي كنتي تدير ملتي والات فاتش دي الاردروبات فما تفضحش راسك. حتى تبيع. وليك استعالة بتي تقول كل. بشي وسينا كدليك البروجيت يعني زيكا سينك اللي اعلن اوفيسيانو بانه غايد يدير وخرجوا لماي ناتز زيكا سينك ايرا فرست سيكا اي في مي. جوز لايف ان ميجور ديفولوبمنت فور ايتيريوم. فهذا البروجيت ادار انا ما زالت اول بالنسبة الناس اللي بغو يشاركو فيه في في تيقروا ليه في في الاردروب ديرو يعني في ديالو. هو كدليك دير بحل اه غادي يكون بحل الاربيتروم كينش يحويش غادي يديرو بفلوس وكينش يحويش غادي يديرو فابور اوش تعرفو غير بالنسبة الناس اللي وما مهتمين بعد الموضوع عدا. مشي وسيدنا الخبر دياليوم اللي كان اول بايننس فاش حبسات بزيف تلدريري بانيكاو وتخلعو كل شي يعني قلصة في البياننس صرا غادي تسد غادي نزلوا الريدو بايننس بوت تريدينج تامبرار ليس سباندد يوتوب باك اين ماتشين ماشين فكان عندهم واحد الباك في سيستيم ديالهم خرج بطبيعة الحال السيزي واعلن بان يو كان كان سل اردر زناو تريدينج ريزيوم سين توني مينيتس مهم هاتشي من بعد فكان هو يعني خرج في تويتر وبدأتش يطمن الناس وتيقول لهم بان نرى هات القادية مهم عندهم قل لك شي باك اه في سيرفر جمال وما اللي يخلى هات القادية هاتي تراف فكانت يعني البري بقى واقف ما بقى في سبوت ما بقى تحاجة ما تقدر تديره اه كان واحد دري اللي شارك معنا في الجروب دي تليجرام اه كي نور ما مومني كتحال في تليفون كي نديك باي وسيل فهو عنده رجوش باي بابقى لش ديك السيل حي دوها ومشي حويش تراولي هم اللي هما باي ما تخافوا ولو بالنسبة الناس اللي هما طارع عودة القاد مسألة ديرها تريدينج محلول ده في الباينانس اللي بغي يبيع ويشري كم ما بغاه بالنسبة الناس لكي يخافوا اه تكيسوا شوي على القلوب ديلك وما للأصاب ديلك وما ده فمشي اي حاجة تراسها في ضغيات يفكروا في هاني كانشي فولي يخاف اه فمشي يشوفي يحول العملات دياله لشي الشي والات او لا يشري شي كولد والات ويتهنه اه بالنسبة لهذا الموضوع در عدرنا فيه في وسيدنا كذلك الخبر تاني كريبتو تويتر قليك رياكت سباينة سيسبنين سبوت فكل شي تي فهمشي كل بانيكة كل كل شي ما ما يماشير عدرنا فيه امشي وسيدنا الخبر تاني اللي عنده علاقة بالناس داك تولوش كريبتو كاستدي سيرفيسيز ان كوتو فالناس داك اللي كتتعرفوها الشركة ديال البورسة في نيويورك فهم قال لك غادي ديرو الكاستدي سيرفيس ديال الكريبتو اه بارتير من الربع الثاني في هاد العام هذا الربع الثاني في هاد العام يتو تشوفو الناس داك الازم ليه ومعروف فرا ديرين كدلك شاركة ايش حالة دين ما فتنكلم مع الويتشاين هنا مكتوش الويتشاين ديرين ما شاركة هولا ما اه بعدها هما بش عجلية بوزة شيفو خاك تشوف بان الحكومة الامريكية الاي سي سي وزيد وزيد فهم باغن يخنقو الكريبتو وفغام وباغن يخنقو باغو ييزوليوه ولكن ها هما خارجين هنا فين كتساعد شا تقول واش هادو عارفين ايش كيديرو ما احنا غني شوفو مستقبل ايش غادي يجيب في وسيدنا الرئيس ديال اه نجيب بوكي ليديل سلفادور فاخرجوا وقال لك رادار واحد القانون اه قانون مشروع قانون اللي سيفتو الكونغرس اللي غادي يخلي الناس المستثمرين فهاتش ديال اه يحيد الضرائب على المدخول بروبرتشي فقاعد هذا البروجيت هادو يعني اللي كنا عندك مع سوفتوير انجينيري الاي اي الكودينج البلوكتشين وزيد وزيد فربما من هنا القدام يلا دا زد القانونة دا فما غا تقاش عندك الحق تخلص يعني ما تقول ما تقدرش ما تقاش تخلص الضرائي في السلفادور هو هادو كي هاد سيدا دا 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 القضية دي باشي اتركتها عباد الله عندنا مموحة تروة بركانية كبيرة اللي كي يستغلوها في الماينينج دي اللي بيتكوين اه ما هادو شيرا غادي تزيد الخير على الخير نعم بشيو كي وسيدنا الكوين بيس من نصة الكوين بيس فهي دعاتها اوفيس يا مش دعاتها باقي ما دعاتش ولكن صفتت لها الاي سي سي واحد التحذير هديك الويلز نوتس هديك يلي كتصفت الاي سي سي قبل لا توصل معك للمحكامة فالكوين بيس سي يقول بان استراتيجي اللي غادة بها حاليا الاي سي سي فهي غد تخلي امريكان ترجع واحد للخطوة اللور غد يسبقوها الناس لان مبقاش غيرو اناك يجوفوا ما بغو يخلقوا الكريبتو بغو ينزولوا على البنوك يشيدوزوا هدك هدك سي بي دي سي ديانو فان لا مبقاش غاي وليه المريكانية ما بغوش ينبسو في الكريبتو ما بغوش غاي ولي غادي يتحول الكريبتو من امريكان ما بقاش هو الرقم واحد في امريكان غاي وليه في لوروب في لازيف الدول الشرق الشرق الاوساط وكذلك روسيا والشينو فالشي اللي يخاف منه لان احد ينا الاغلبية الشركة كذلك. غادي يمشي وغادي هربو من امريكان وغادي يمشي وبدو يحلو المقر الرسيدين وفي الشرق الاوسط في دوباي وزيدو السيد. فهذه مسألة هذي فهما قال لك بان الكوين باست ريفيز اكزاكلي هاو ات بلانز توفايت دي اي سي سي فهما عندهم واحد كيفاش غادي يحاربوا الاي سي سي فهذا القضية. هذي غادي يسلو معا قال لك لقل ذاك الاحتل القاضي. المشكلة ان الاي سي سي فهذا الخطوة هذي ما باش تفهم ليانا قبل الكوين بايس قبل اللي تولي يعني اوفيسيال امريكان او اللي تديرها تشي دي الكريبتو سكانوا هما مشاول عند الاي سي سي وعطوهم واحد ليس دي واحد ليس دي الكريبتو اللي هما كانوا بغين يديرهم. اللي تديرهم حاليا. من بينهما تشي دي وزيدو زيدا. والاي سي سي يعني صادقات على هاد المسألة هذي هما اللي اعطوهم الاوكي. بعد من بعد الاسميتوا الكوين بايس مشات ودخلت في البورصة ودات الفنسي يعني ولات اوفيسيال مو منصة اوفيسيال يعني كينة امريكان. فكي تتشوفوا الانتقاد دي الاي سي سي فواحد ناحية هما داروا اللي عليهم. وجاوا عندكم نار اللي ونقول لكم حنا را غادي نديروا هاد السيرفيس واد سيرفيس واد ستيكينج وغنديروا هكا واكا وانتشو ما ما قلتو ليهم والو. وده با مني جاجة ديك الوبرازيون خنق دي بوان زيغو. فانا تتوتي تقول ليهم اار اذاك ستيكينج راماشي تاليه. يعني هنا في انكين هاد هاد القضية دي. هذا حاليا نرى بالنسبة لاتشي دي الاخبار السلبية اللي تشد واللي تدعى فهد الاسبوع ده را كان كبير مونتا نيجرو دولة مونتا نيجرو اعلنت اوفيسيال مو بان دوك وان تشد دوك وان مو البروشيط دي اللونة كلاسيك. احنا غادي نشوف اش غادي ديروا معه. وش غادي الليفريوه. امريكان ولا غادي الليفريوه. الشيقان شخار. ويم حاليا نرى ما تحققوا معه. كذلك واحد الخبار هادة دي الارك انفست هادي كيتي وود هادي هادي مريقلة واحد مريقلة دي لبالصح. فهي انفستية ضغطو لك في كوين بايس. انفستية في تسلا وزيد وزيد. في ايش حالة دي كان شراج واحد يعني واحد دي الاسهم فاشكال كوين بايس على شي خبار نيجاتيف. شراجهم يعني بشي سبعتاشر مليون ديال دولار او شنو. ومني اخرج بطلع البيتش كوين والسهم اللي اسميتشو ديال كوين بايس. طلع فهي باعتهم. ومن ان يخرج عود تاني ده بالاخبار السلبية بان الاي سي سي دعت الكوين بايس. فهي عود شراء عود تاني 18 مليون ديال اسهم من من منصة ديال من شركة ديال كوين بايس. فكيت تشوفو. فهي بنفس القدر ديال الفلوس زادت من الاسهم الكم دي لسهم ديالة. فهاتي كيتي وود اللي هي بغامة دكية بزاف. كذلك الخبار قبل من الاخر دي الريبل فهما دكشي لات الاكس ار بي دي ما طلعت ما يمر مازال شد شوية الارباح مدام باشا عدتني لكل شي بان هم متفائلين ان هم غادي يربحوا هاد القادية دي ضد الاي سي سي على قبل بعض الغيكسي اللي قال القادم في هاد المسألة دي. احنا غادي نشوفه ونشمنه وان هم يربحوا. كذلك الاخبار الاخرى اللي بيت نشارك معكم جاستن سان كيف تتعرفو فتاة هو ادعاتو الاي سي سي تشارج سكريبتو انترابنة جاستن سان اندهيز كومبانيز فرود اد اوضر سيكوريتي لوز فايولايشن فهما يعني ناسب الفرود يعني الفرود وكذلك باعو السيكوريتيز مل بدون رخصة. مهم خصوصا في في الاي سيو دي الترون وكذلك دي البيت تورنت البيت اي زي. فيعني شا نقول لكم ديك ناري ادرنا فيك نالي ارا ما بقاش عنده ديك الحصانة دي لديك الجزيرة. اه مدى ستاة مل واربعين ساعة اخر جاءت الخبار بان الاي سي سي دعاتو بان هورا شوف واش دبا غادي شوف مثل قاديات السيدة دا راها تشاري واحد تيكي ديك تيكي باش يمشي القمار ماشي مع ماشي مع ايلون ماسك مع ديك الشركة دي الفيرجينيا دي لذاك الملياردير الامريكي اللي عنده الدارف تارو دانت. كذلك شي حاجة اخرى مخلصتها من غير هذيك العشاء اللي كان دارو مع وارين بافيت شي حاجة اخرى مخلصتها نسيتها غير نسيتها دابا. فبلي هذي المسائل كاملة ما غاديش يبقى ديرهم. لعني اللي ما غاديش يحط رجله ما زال في امريكان بعد هذ القضية دي لمشي تدعاتو الاي شي شي. فقلوا لي الرأي دي لكم واش صياد نعامة لقاها او لا لا. كان يعني اه كان يعني كذلك الجاستين صار. كذلك قلوا لي الرأي دي لكم واش كدنو باننا اه غادي نشوفو واحد يعني واحد الكراش كبير دي البونوك اه افتحاد الاوروبي كي تتعرفو فرنسا فيها بزاف دي المظاهرات حاليا. احنا شنا اليوم البانكة الدويتش بانك هيتها يا رب دات كده 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 واش كدنو بان هات شي كامل واش غادي خرج بخير ولا جاية شي كريز دي المسطح. واش كدنو كدلك ان البيتكون هو الحل لهذه الحالة دي. لهذه الاسيتيوانسي. وليفتع عليك غدا يقرأه ان شاء الله. نضرب لكم معين في الحلقة المقبلة ان شاء الله. نقول لكم تصبحوا على خير بس حفظ توركم والله المعين.